وطبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده واتكلمنا كتير عما يفعله كيروش من عك كوراوي يعني خلانا وهو سيد ايده كده الحقيقة وهو يعني مش عامل اي قدر من المجهود خلانا نخسر امبارح اول ما شاطنا في امم افريقيا امام نيجيريا بهذا في هدف نظيف ونحمد ربنا ونبوس ايدنا وشه وظهر انه هو يعني انتهى الموضوع على هدف نظيف لان المفروض كان يحصل اكتر من كده امبارح يعني مباراة تقريبا كان فيها ولا لعب تقريبا كان بيلعب في مركزه الطبيعي يمكن نتوجه لمحمد الشناوي بالتهنئة هو الوحيد تقريبا اللي استمر في مركزه كان عندنا برضو توقعات انه وارد جدا نلاقي محمد الشناوي فرود مهاجم صريح جنح ايصر في ضوء اللي حاصل كله منطقي وكله يعني وارد جدا انه يحصل وقلنا قبل كده يمكن في بطولة العرب كان بيجرب اللعيبة في مراكز متعددة او مختلفة من منطلق انه عايز يشوف امكانية توظيفهم في اكتر من مكان قلنا دي فكرة نميسة جدا يعني جدا الحقيقة ولكن للأسف الشديد واحنا اللي كلنا دفعنا تاما ده نظريته حققت اكبر نسبة فشل تاريخية يعني ما اعترفش بداه يعني هو ما اعترفش بداه وعمل تشكيل اقل وصف دي انه تشكيل هازلي مبارح في اول ما شطنا في امم افريقيا انتوا كده فقدتوا يعني عنصرين مهمين جدا او يعني احنا اللي فقدنا كلنا عنصرين في المنتهى الاهمية لما نخلي يعني مصطفى محمد المهاجم الصريح يبقى وينج يمين ومحمد صلاح اللي هو يعني اهم وامهر جناح على مستوى العالم تخليه راس حربة صريح وتريسيجيه اللي هو الوينج الشمال تخليه لاعب وسط يعني هنا بقى لازم نحط مليون علامة استفهام مليون علامة تعجب عن هذا التفكير وعن هذا الاسطوب وعن هذا التوظيف لكل اللعيبة اللي كانوا مبارح عجزين بالمعنى الحرفي للكلمة عن ان هما يقدموا اي شيء يعدل النتيجة بقى لاش النتيجة يعدل المنظر العام يخللنا فورمة في ارضية الملعب اللي واجب يتابع الموتشن بقى ايدي يحس ان فيه تشكيل ما بيحصل وقال ايه لصبح الله يعني فيه خطة صريحة بتتلعب في ارضية الملعب